اشتركوا في القناة ومهارات الاتصال من اهم المقررات التي تدرس في معظم كليات التربية في المملكة العربية السعودية اهمية تدريس هذا المقرر هو اكساب الطالب المهارات الاساسية التي يحتاجها في عملية تصميم وانتاج واستخدام وتقويم الوسائل التعليمية في هذا المقرر ان شاء الله سوف نستعرض مجموعة من المواضيع المهمة التي تتعلق في تقنيات التعليم سوف نتحدث ان شاء الله في الجزء الاول عن الاتصال واهمية الاتصال والتطور التاريخي لمفهوم الاتصال وكذلك عناصر الاتصال وما هي المعوقات الاتصال في الجزء الثاني من تدريس هذا المقرر ان شاء الله سوف نتعرف عن تقنيات التعليم تعريف تقنيات التعليم الوسائل التعليمية تصنيفات الوسائل التعليمية اهمية استخدام الوسائل التعليمية في العملية التعليمية في الجزء الثالث ان شاء الله سوف نتعرف عن الاجهزة التعليمية سوف نذكر ان شاء الله مجموعة من الاجهزة التعليمية والتي هي اكثر استخداما في الغرفة الصفية في هذا الجزء إن شاء الله سوف نتعرف على مجموعة من هذه الأجهزة من خلال ذكر مكونات هذه الأجهزة مميزات هذه الأجهزة وعيوب هذه الأجهزة وكيفية الاستفادة من هذه الأجهزة وكيفية استخدامها داخل الغرف الصفية في الجزء الأخير إن شاء الله سوف نتحدث عن الاتجاهات الحديثة في مجال تقنيات التعليم سوف نذكر الاتجاهات الحديثة في مجال تقنيات التعليم على سبيل المثال الجامعات الافتراضية المدارس الافتراضية التعليم عن بعد التعليم الاكتروني التعليم المتنقل وسوف نذكر موجز عن كل نوع من هذه الأنواع سوف نتكلم إن شاء الله عن التواصل الاجتماعي وأهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التعليم ومن الأمثلة على هذه وسائل التواصل الاجتماعي تويتر الفيسبوك الاستجرام وغيرها من التطبيقات التي يمكن أن نوظفها في العملية التعليمية لا يسعني في النهاية إلا أن أشكركم على حسن استماعكم وأرجو من الله أن تكون هذه المادة التعليمية تلامس احتياجاتكم العلمية والأكاديمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته